نظم جهاز حماية المستهلك ورشة عمل بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا بهدف التعاون المشترك من أجل تعزيز حماية حقوق المستهلك بتلك الدول وتبادل الخبرات والتجارب نظم ورشة عمل إقليمية في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا وذلك بحضور الدكتور عليم الصلح وزير التموين في الآخر المستهلك هو الهدف وفي الآخر المستهلك هو الوسيلة وفي الآخر المستهلك هو كل شيء هذا الحدث يجمع كل أعضاء الكوميسا والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف حماية حقوق المستهلك فالهدف أن نكتمع معا لنرى القضايا المشرقة بيننا لحماية حقوق المستهلك وكيف يمكن أن نتعاون في هذا الإطار نتمنى أن ورشة العمل تخرج وأن الانطباع اللي هم يرجعوا به يصبحوا صفراء لبلدنا وده الفكرة الأساسية دي رسالة طمعانة وأمان لكل الناس أن مصر موجودة وموجودة بقوة وابتدت تستعيد دورها في مجال علاقاتها الأفريقية اللي احنا ده الأساس ستون عدوان ممثلين لتسعة عشر دولة أفريقية شاركوا في هذه الورشة لمناقشة عدد من المحاور منها أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة هذه الورشة مهمة لنا كأعضاء الكوميسا نحن هنا لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بحماية المستهلك نتحدث عن الممارسات داخل الأقليم للدول الأعضاء ونبحث أفضل طرق التعاون معا لتنظيم حماية حقوق المستهلك في أفريقيا على مستوى العالم أهم المواضع التي تتناقشها هي حماية المستهلك في دول الكوميسا 19 دولة القوانين الخاصة بحماية المستهلك تنوير المستهلك عن حقوقه والقضايا التي هي مخاصة بالتجارة وبالخدمات وبالسلاع وكذا هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين الدول الأفريقية من أجل هدف واحد وهو حماية حقوق المستهلك في منطقة الكوميسا جرمين إبراهيم أون لايف